مع استخداث منظومات الاتصال والإعلام تحول موقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيسبوك بفعل متغيرات فرضتها التكنولوجيكات بسرعة وصول المعلومة وتداولها إلى وسيلة إعلامية من شأنه المساهمة في التدخل المباشر والغير المباشر وفي صناعة والتوزيع ونشر محتوى مغين ليصل في بضعة دقائق إلى الآلاف من نشطي الفضاء الأزرق نجد أنه اليوم أصبح ضرورة حتمية خاصة الفيسبوك المعلومة حينما تكون فيها مصداقية في المعلومة وفي الخبر حينما ينشر نسهل من مهمة المتلقي لذلك نحن عبر صفحة غير إزال الأخبار نتحرع المصداقية والمصداقية نشط هذا الموقع الافتراضي يصبحوا يعتبرونه كمصدر رسمي يتلقون منه مختلف الأخبار قبل وصولها إلى مختلف الوسائل الإعلامية خاصة بوجود صفحات مخلية اعتادت على نقل الأخبار بمصداقية موقع الفيسبوك أصبحت الأخبار في حينها كصفحة غير إزال الأخبار وصفحة البلاد هذا وشرع غملاق التواصل الاجتماعي في مشروع صفحة الفيسبوك الذي أغلن عنه السنة الماضية حيث سيتيح بفعليه تكاملاً إعلامياً بين الصخفة ومواقع التواصل الاجتماعي